استكمالاً لكلامك نهون طبعاً أكيد الموسم اللي فاته كان موسم السسنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى فيما يتعلق بكابتن سيد عبد الحفيز طبعاً كابتن سيد أكيد في غنى عن أي إطراء يتقال وهو ما بيبقاش إطراء بقدر ما هو إقرار اللواقع إحنا منتكلم على أحد أيقونات النادي الأهلي وهو لاعب وهو إداري وهو مسؤول إحنا منتكلم عن اسم فعلاً صعب جداً نلاقي حد أو نلاقي اتنين يختلفوا عليه وبالمناسبة على مدار اليومين اللي فاته أعتقد أن كابتن سيد عبد الحفيز لمس بنفسه كم المحبة الكبير جداً اللي في الوب الكل بالمناسبة بما فيهم الغير أهلوية لنحن نتكلم على شخص استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى على صعيد الفترة الأخيرة اللي كان موجود هو فيها كمدير الكرة في النادي الأهلي طبعاً نتكلم في 19 بطولة نتكلم على كارزمة شديدة الخصوصية نتكلم على قادي بيضاء نتكلم عن تفاني في حب النادي الأهلي وشفنا له بدل الإنعكاس مليار إنعكاس فطبعاً أكيد منتمنى له كل التوفيق اللي في الدنيا أياً كان المنصب اللي هيشغله بعد كده وبالمناسبة ناس اللي زي كابتن سيد عبد الحفيز شغلوا منصب ما ما شغلوش منصب ما ما بقووش موجود في أرواقة النادي بأي حال من الأحوال نحن نتكلم على حد ما فيش اتنين يختلفوا على محبته أحد أيقونات النادي الأهلي وطبعاً منتمنى له كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله زي ما أكيد برضو منتمنى الخالد بيبو أكيد برضو يعني كل التوفيق فيه منصبه الجديد وحن نتكلم على منصب برضو يعني تعاقبت عليه أسماء كل اسم فيهم أتقل من التاني انتهاءاً بكابتن سيد عبد الحفيز فطبعاً زي ما أنا هوندكا بتقول لحضراتكم من شوية أكيد يعني التوقيت كمان اللي جاي فيه كابتن بيبو هيخليه دايماً في مرمى أو يعني هنقول في مرمى سهام النقد أو مرمى سهام المقارنات نحن بنتمنى لكل التوفيق نحن برضو نتكلم عن اسم تقيل ومهم في كرة القدم في النادي الأهلي بنتمنى لكابتن خالد بيبو كل التوفيق وكمان بنتمنى لكابتن وليد سليمان اللي أصبح مسؤولاً بالفعل عن قطاع الناشئين في النادي الأهلي هو الآخر كل التوفيق إن شاء الله